السلام عليكم شباب وياكم مرتضة جليحاوي شركة ريلمي مستعدة لإعلان عن جهازه الريلمي 6 لكن هذا الجهاز يأتي بنسختين هو الريلمي 6 والريلمي 6 برو حملة ترويجية تقدر تقول إعلانات تشويقية لهذا الجهاز هذا الجهاز سوف يأتي يوم 6 بشهر الثالث تعلن عنه الشركة بشكل رسمي ومن الصور اللي موجودة بالإعلان إنه هذا الجهاز سوف يأتي بشاشتين مختلفة تقدر تقول الشاشة تحتوي على كاميرا داخل الشاشة كاميرا إحادية أما الشاشة الثانية راح تكون كاميرتين مزدوجة داخل الشاشة يعني تقدر تقول هذا الجهاز سوف يأتي بنسختين نسخة ديلي برو راح يكون أكيد أفضل مواصفات من نسخة الريلمي 6 العادية بمعدل تحديثي 90 هرتز وهذا الشيء جدا ممتاز بالنسبة لأجهزة متوسطة قامت حصل على 90 هرتز مع ما أنه هذه المواصفات كنا نشوفها بالأجهزة الفلاكشوبة أو الأجهزة القوية طبعا هذا الجهاز أو هاي الشاشات تأتي بدقة الفول أجزي بلاس كذلك الكاميرات راح تكون كاميرا أمامية أما واحدة أو كاميرتين مزدوجة الكاميرات الخلفية راح تكون بعدسة أساسية هي 64 ميجابيكسل العدسة الأساسية راح تنطيك تقريب 20 مرة ممكن راح تنطيك 2x ممكن راح تطيك 5x لكن بالنتجة المواصفات حسب التسريبات أو الإعلان التشويقي راح تكون تقريب 20 مرة مع المواصفات المتوسطة لهذا الجهاز مع السعر راح ينطلق به رخيص راح يجيك بتقريب ممتاز 20 مرة جدا ممتاز ويفيد كثير من الأشخاص اللي حب التقريب بالنسبة للأجهزة طبعا هذا الجهاز يأتي معالج سناب دراجون حسب التسريبات تقول فوق ال700 يعني أما 712 أما 730 ممكن أن تعلن معالجة 765 الذاكرة العشوائية 6 جيجا والثماني جيجا وأتوقع تخلي الأربعة جيجا ليش لأن تخلي عدة نسخ لهذا الجهاز ممكن أغلب الناس اللي تحتاج جهاز مواصفات قليلة فممكن أن تقتني هذا الجهاز هذا الجهاز حسب ما موجود بالتسريبات سعره راح يكون يتراوح ما بين 200 إلى 300 دولار ممكن أقل من هذا السعر بما أنه ريلم يتقدم لنا كثير من الأجهزة بسعر ممتاز فيتمنى أن يوصل لهذا الجهاز بسعر مناسب ونجرب وننقل لكم التجربة الشخصية عن هذا الجهاز ابنائتي في الفيديو أتمنى أعجبكم الفيديو يتنسى العجاب والاشتراك في القناة وإياكم مرتضى الجريحاوي وفي آمون